الموضوع اليوم هو موضوع حساس تماماً مثل ظهرنا ظهرنا يلي نادراً أو مش موجود الإنسان يلي بيصير عمره خمسين سنة ولا مرة بحياته حس ولو مرة واحدة على الأقل من أليم ومشاكل بالظهر أوجاع الظهر كثيرة أسبابها كمان كثيرة أنواع متعددة والعيلاجات صارت متعددة وحسنا الحظ أن العمليات الجراحية معايدة كثير معتمدة مثل ما كلنا بنعرف نظراً للتابعات السلبية لألا غير أنه عدد كبير منها ما بتكلل بالنجاح وبتبقى الأوجاع ونمط حياته معين مضطر الإنسان يريفقه كل حياته بالمقابل مثل ما قلنا لحسنا الحظ فيه تقنيات جديدة بتساعدنا على التخلص من أوجاع الظهر على طول الطب عنده تطور ونحنا من وعدكم دايماً أنه كل شي جديد مثل ما بيقولوا أول بأول نطلعكم عليه وتكونوا أول العارفين بالموضوع وله السبب بيسعدني كتير اليوم رحب بالدكتور عمار الشميساني الاختصاصي بجراحة الدماغ والعصاب والعمود الفقري والديسك والأهم أنه علاج أليم العمود الفقري من دون جراحة والشي الخاص والمميز عن دكتور الشميساني يمكن الوحيد بلبنان يلي كمان بعالج العمود الفقري بالليزر والأوزون وهالتجربة عطيت نتائج جيدة بالخارج وهي جديدة إذا فينا نقول بلبنان دكتور الشميساني أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان وشكراً على حضورك خليني بس ذكر الأصدقاء المستمعين أنه كمان فيكم تابعونا مباشرة بالصوت والصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5 دكتور شميساني الكرميلة العمليات عم بتقل أكتر وأكتر وأكتر تقريباً هلأ قديش نسبة العمليات صارت مع توفر العلاجات البديلة ومع أنه حضرتك مثلاً جراح عمود فقري حتى الجراحين صاروا بقولوا لا خلي العملية آخر خرطوشة ولا أسباب معينة العمليات الجراحية طبعاً يعني نزلت أعدادها أول شيء مثل ما تفضلتي السبب أنه في كتير مرات overdiagnosis يعني في موبايلغة في موبايلغة شوية الانديكيشن انحصرت يعني سرعنا نحنا ما منعنا العمليات إلا إذا المريض عنده نيرولوجيك ديفيتسيت يعني إجروا ضعيفي مهدد بالشلل بالشلل البول اللي خروج عمي خربت ساعة هون منشتغل بس أنه لأنه مريض موجوع نحنا ما عاش نروح على هيك عملية إلا إذا كان فيه اللي حكينا عنهم أنه الشلل أما غير الشلل نعم ونزلت لنسبة العمليات من 60% من المرضى اللي كانوا موجوعين اللي عندهم ديس كان ناخد تقريباً شي 60% منهم على العمليات هلأ تقريباً نزلت للعشرين بالمية هلأد نزلت اي لي لأنه صار فيه عندنا تقنيات حديثة نعم لأنه المريض وقت اللي بيجي بيجي عنده وجع هو مش عارف شو عنده عنده وجع ظهر نعم ومش كل وجع ظهر هو وجع ديسك مظبوط ولكن دكتور شميساني يعني بيصوروا ظهرون وبيشوفوا أنه دايماً فيه فتق بالديسك فيه شي غلط فيه مرضى بيجو عندهم فتق بالديسك مش موجوعين فيه مرضى بيجو عندهم ديسك صغير وموجوعين أكتر من اللي عندهم ديسك كبير بس أنه ممكن هلالديسك يكون قديم ومش هو اللي مسبب لهم بالزبط الوجع انتو كيف بتشخصه تتعرفوا مصدر الوجع الأفضل شي نحن طبعاً أول شي نفحص المريض كلينيكالي بعدين نطلب اكس رايز سيتي سكان ام ار آي إذا كلينيكالي كان عنا مع ام ار آي والانفستيجيشن كانوا متوافقين ساعتا منقول ممكن هيدا الموضوع من هون بعدما منحسن مية بالمية كمان آه مزبوط وفيه تخطيط عصب منأكد أنه مزبوط هذا هو العصب اللي هو يعني هو عم بيسبب بالوجع منعطيه للمريض دواء أكيد أول شي ما نبلش بالأدوية الأنطي انفلماتري آه وأدوية تانية لنخفف أوجاع المريض نعم ويراجع بعد أسبوعين طبعاً أكيد بدوش يكون عنده شلل ولا بدو يكون عنده بوادر إنه عم تضعف أجره ولا شي بهالموضوع المريض بيرجع لعنا بعد أسبوعين معه الصور إذا لقينا إنه المريض ما عم يتحسن زمان كنا ننطر على المريض الانديكيشن فور نيو ستراتيجي كانت إنديكيشن إنه لازم يكون ثلاثة شهر عنده وجع ما رتاح من الوجع سألتا من روح ثلاثة شهر كثير بأخر أرتكليات بقول لا ليش نحن لا ننطر خلينا على الأكيوت بين يعني أسبوعين ما مش الحال نحن فينا نتدخل ونخفف الألم نخفف الألم نعم تخفيف الألم نرجع شوي لسبب الألم السبب هو سببين هو فيه اتنين فيه فيه وفيه يعني أنا أنا بعطيه anti-inflammatory لشي الأوجع طب أنا فيه يروح بالإنجيكشن خلينا دغري نحكي عن التقنيات فيه شي اسمه إبيديورال إنجيكشن يعني أنا بروح عند العصب اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو متوهج وتحت الأشي طبعا هذا كله بنعمل بالعمليات وفي ناس بعملوها على السيتي سكان نحن بنعملها على السي آر أنا بشوف المريض بنعطيه شوية سيديشن بيكون دكتور نعطيه local anesthesia بنج موضعي بس بغرفة العمليات نجيب السي آر يعني الأكس راي بشوف تحت السي آر بوصل للعصب كيف بعرف بلون بعطي مادنة ملونة بشوف أي مزبوط وأنا بحقن المادنة إيه هيك لأنه فيه أشخاص دكتور شميساني عندهم مشاكل صحية ما فيهم ياخدوا مضادات توهج anti-inflammatory لأنه بتعملهم مضعفات تانية كمان إذا دخلنا حد العصب وكان المريض إحنا ما بيقدر ياخد anti-inflammatory نحن منحق نغاز الأوزون وآخر تقارير بتقول أن الأوزون أفضل من الكورتزون بهيك عماء هك لأنه anti-inflammatory مضبط إذا المريض كان سبب الموضوع الديسك طب أنا حقنطله حد العصب بس أنا ما ساعدته كتير فإذا أنا لازم أشتغل على الديسك وهذه التقنيات الحديثة بالديسك أنه أنا ممكن تحت الأشعة كمان فوت بإبري على الديسك بلونه للديسك بشوفه بيعطيني شكل أنه هو degenerated هو السبب مريض بيكون واعي من أكد مريض بس أحقن له أنا بالديسك بيقول لي هذا هو الوجع أنا بأكد أنه هذا وجع دكتور شميساني قبل ما نتابع لأن في حدا حرام صار لون زمان نطرين معنا على التليفون ما بافزة بعضه المستمع ما عيد معنا المستمع وفي أسئلة بس كمان بتدي تجي على الواتس أب خليني أذكر يلي بدون يطرحوا السؤال مباشرة 01325 555 وإذا كنتوا عبتتصلوا من خلال ساليولار 76 611 003 أو 005 فقط بالنسبة للأسئلة المكتوبة ما تتصلوا أبدا على هالرقم رقم اللواتس أب فقط للأسئلة المكتوبة 76 611 001 نايلة بتقول اجري لشمال عم بتنمل من الفخد معقول يكون ديسك ما كل شي معقول كله معقول التنميل هو عصب بس ينمل عصب معناته في عصب مضمو نعم اجعل الاتصال رجع اتصل هكتو المستمع ألو ياتيك العافية ألو يعافيك أهلا معك سكاينة سيف الدين عواض أهلا ايه بتعالج عن دكتور عمار شميثاني والله ورحنا لعنده على عياد اللبسور كان عنا أوجع بدهرنا وعنا كمان تميل من نهتمل شو كان عندك سكاينة كان عندي واجع بالدهر ايه وشو كان السبب السبب أكيد نعم نشغل للمكتب ومالمكتب اه هو ما بتعمل رياضة وكل الوقت بالبيت اي نعم ون نفس الروتينت في انت الحياة الماتية الواحد بدهر يشغل عشان يقدر يعيش نعم فعالأساس رحنا عن دكتور عمار شميثاني أول الزيارة كتبنا صحيح مضبوط على دواء العلاج فما مش الحال فأني لي قدم سمعت عنهم للقبر طلبت منه انه يعملنا عملتي هاي الابرة ابرة الوزون عملنيها وكانت كتير ممتنة من قيمة عملتي ونسو كان تقريبا من شي شهر وشهر وشهر سؤالي لقلك دكتور شميثاني بتقول شهر وشوي والنتيجة منيحة طيب هالقبر لقديش مفعولة وقت وحسب إذا نحنا عم نعطي كورتزون من شهر لثلاث أشهر إذا عم نعطي أوزون من ستة شهر لسنة بس نحنا ليش منعطي الارتكلز بيقول إنه إذا الدسك نحنا تركناه ع تسعة أشهر هو ممكن لحاله يصور فيه شرينكينج ويتحسن المريض بس نحنا كيف من نساعد المريض لينطر على التسعة أشهر نعالج الأوجاع إذا شلنا له أوجاعه ممكن ينطر هالوقت طيب كمان هول يعني إن عمل بتقلي إنه هرفة عمليات وقصة يعني إذا ما مش الحال بد يرجع بعد سنة يعيد هالقبرة هاي دي هلا بالنسبة للإنجكشن كل المدارس بتقول كان دو ثري إنجكشن يعني ثلاث مرات كل شهر في مدارس بتقول كل أسبوع في مدارس بتقول كل شهر واحد المهمش إنجكشن نحنا منحكي عنا داخل الدسك إنترى ديسك يعني أنا بفوت على الدسك طبعا بكون عامل بلان الـ MRI قدامي الدسك منيح بس عنده بلج يعني بلج يعني نطوء بالدسك هو يضغط على العصب أنا بفوت على الدسك بلونه بعمله راديو فريكوينسي تردد حراري تردد تردد الحراري بالدسك بيؤدي عاش ضغط على العصب بيرجع مكتب دخلش الضغط ويرتاح الوضع كمان معنا اتسال ألو ألو نعم مرحبا أهلا معك مروة أهلا مروة بس بدي أسأل الدكتور عمار نعم ماما عملت عملية وحضت براغي بدهرة وما فيها توقف فترة طويلة على أسلها بتتعب كتير يعني أخذها لتحق على إذرا و ألو مروة مروة راح الاتصال أو أنه موقعك يعني منه كتير جيد فيك ترجع تتصل فينا اي في مشكلة في مشكلة يعني لفتتنا لمشكلة مروة يالي بيعملوا العملية والبراغي هيا عندهم براغي حتى اللي بيعملوا عمليات ديسك هدا اسمه فايلد باك سيندروم نعم يعني شو ما أخذ أدوية هو ما بيرتاح كمان علاجة كتير منيح وكتير جديد نحنا منفوت من الساكروم وهدا الأدهيجن اللي منقول عنا بصور فيه التساقات بع العملية هدا كل الأدهيجن نحنا بنعمله ديسكشن نعم بنريح المريض وبنفس الوقت بنعمله ستيموليشن للعصب ريديو فريكوينسي رجعت مروة معنا علو نعم اتفضلي بره بعيد كل شي يعني افضل ماما عملت عملية بقى حطت براغي بدهره وما فيها توقف فترة طويلة على أجرائي هدا غرب تتعب وعم بيصير عندها لمعان بأجرى من فخدة لتحد شو ممكن مع القبرة بده عملية ولا شو طول الحل بدك تسأله شي لمروة ولا فيها تسمع لاترعب قدي سر العملية بس سنتين سنتين أمت بدأ وجعها يعني من أول ما عملت على العملية عطول يعني مرع مرتاح طيب اي مرتاح اوكي اوكي اهلا فيك امروة تسمعي جواب من الراديو تفضل دكتور اول شي بما انو المريضة مرتاحة باع العملية معناتها في شي غلط بالدياغنوزز اما بالعملية انو المريض بعده مثل ما كان اي ما تحسن اي ما تحسن اذا نجبك نع امر اي جديد يات شخيص غلط يما يما في اوبراتي اي نعمل MRI جديد CT scan جديد و X ray جديد وعهل اساس بيشوف شو في عنا نعم الرقم نسمى بتقول عندي وجع برقبتي ما بقدر اوقات برمه بسرعة ولما بس حركة بس مع صوت تقطع فيها ولما بكون اي هدي لازم حطي كي تحت رقبتي هون في صح هذا مشكل ديسك بالرقبة مش ضروري بس ديسك ممكن يكون الفاست الجاين تاع الفكرات كمان في ديجينيريشن نعم يعني ممكن الاربطة كمان تندينيتس ايه في كير اسباب مزبوط ايضا انتي سأل مادام سميرة اهلا ممكن نسأل دكتور سأل اي تفضلي خدار بالايدان بيعملوا مثل الكهرباء بس نوطي ونعلي قالوا لنا انه من الرقبة فقرتان جيين على بعض هيدا شو علاجه اعملتي تخطيط عصب لا نعرف التخطيط او MRI للرقبة ونعمل تخطيط عصب وعلى اساس منعرف من وين جاي هذا التنميل اهلا وسهلا فيك ابو وديع بيسألك هل المشي مفيد للديسك اذا كان في وجع اوي مش حفي يمشي ايه طبعا هيدا بالرهابيليتيشن او شي مناخد دواء منخف وجعنا وفينا فترة النقاها هيدا اوقات دكتور شميساني بيكون الانسان لانه ما بيحمل ابدا رياضة ما بيمشي ما بيتحرك ضعف عضلات الظهر نحنا منعرف انه الظهر هو دعامة العضلات هي دعامة العظام وخاصة العمود الفقري يعني في من بعد مش بفترة تبعا اللي بيكون موجوع الانسان تقوية عضلات العمود الفقري ممكن تساعده انه ما تتكرر المشكلة عنده اوكي المريض ما يفكر انه موضوع انجيكشن انجيكشن بعد اسبوعين عنا فيزيو ثرابي في برنامج كامل للفيزيو ثرابي اه نعم رقم بيخلص تسعة خمسة سبعة بيقول بونجور اصبع اجري عطو الخضران وعندي تنكوز دايم باجري مثل الابر شو ممكن يكون السبب اذا عنده ديابيتس ما نعرف شو عنده عمره سكري ممكن يكون اوجاع اذا من الظهر بده يكون بحس المريض مثل سياتيك يعني مثل خط من فوق لتحت من الظهر بيوجع بس انه لوكال بين هذا صعب انه من الظهر نعم عاشق الفهود انا بسوق اكتر من 12 ساعة بقف بس بدي اتمنى ودايما بقلكون بليز الرقم بيخلص 710 ابدا ما تتصل على هالرقم طيار طلي الواتساب من قدامي تتصل على زيت الرقم ولكن بالاخر 003 او 005 بيسأل انا بسوق اكتر من 12 ساعة كل يوم شو الاحتياطات يلي لازم قوم فيها الاحتياطات اول شي نحط مخدي ورا دهرنا البنك المقعد السيارة يكون صحي وكل ساعة ساعتين بدو ينزل من السيارة يعملوا شوية تمارين وهيك منتفادى اوجاع الضحر الرقم بيخلص 7-8 بيقلك بونجور دكتور خي عمره 20 سنة دايما عندو وجع بيضهروا عاخره ورقبته وكتفه ودايما مشنجين واوقات بينزل الوجع عبطي تقجره من شو ممكن يكون السبب الوجع اللي بينزل عبطة الإجر عادة مثل ما قلنا إذا من الظهر عبطة بيكون نيرف سياتيك نيرف عندو كل هالأوجاع منرجع سايكولوجي ما ننسى الحالي النفسية للمريض في مرة بيجو أوجاع ما قطل عندو شي منرجع للحالي النفسية الحالي النفسية لأنه بيقول واجع الطب النفسي بيقول واجع الظهر أوقات بيكون بسبب الأحمال اللي بيحس الإنسان إنه هو حاملة اللي كتير حملة تقيل على على ظهره بيصير واجع يعني معنوي بس الوجع بيصير يحس فيه بالفعل ست عمرها خمسين سنة وعندها سكري وبيضل عندها واجع بعضمة وكعب إجراء هون بدأ تراجع طبيب طبيب السكري الرقم بيخلاص 430 هالديست بالرقم أيضا علاجه كمان بالإنجيكسيون يس فيه إنجيكسيون للرقم وفيه أنتيرور كمان بالإبري من فوت على الدسك وفينا ندوبه بالكوبليش راديو فريكوينس دكتور شميساني كمان سؤال فيه جهاز بيعرضوه على التلفزيون بنام الشخص عليه وبيصير الراس ونزوله واجري طلوع بيقوله إنه مفيد هيدا قديم هلأ هو الأصدن بال دستراكشن يعني يخففوا الضغط يعني بيوسعوا من شوية بس مجرد ما ترجع توقف وترجع ويرجع ويرسفوا مانا القوي عضلات الظهر أهم شي عضلات الظهر رائعين بيخلص بالخمسة وخمسين بنتي عمرها 12 سنة عملنا لها صورة لضهر وقالوا لنا بحاجة لكورسي ما بعرف بيكون عندها سكوليوز بس حتى الكورسي يعني ما بقى كتير يعني آخر الدراسات بتقول إنه ما بيغيال كتير العلاج الفيزيائي مفيد مفيد ونشوف درجات الإنحناء لنكرر شمال نعم شار بخصوص أوكي عابيسألني عن طبيب سكري برجع بتواصل معك محمد بشتغل خياط 12 ساعة هل مع مستقبل ممكن يصير معي سكري أنا عندي ممكن يصير معي ديسك أنا مريض ضغط أكيد جلوس المطول بدون رياضة بدون رياضة بدون فيزيو ثرابي أكيد بدون يقولوا ديسك الرقبة اختصاص الخياطين اللي بيستغل ولي بقصو شعر لينا بتقول أنا من الأشخاص اللي بيركدوا خمسة كيلومتر يوميا اللي سنة ما حدا عب يعرف ليه عندي تنميل بأعلى الفخض من ميلة برة لما بمشي أو بهروي اللي بحس بيتقل بأعلى الفخض ومش واجع اكس ري للحوض ما بيان شي اوكي في اول شي نعمل مر اي لامبر سباين في مرات بيكون في فتق هيرنيا اوكي بالمنطقة بس يركض الواحد اما يوقف تضغط على العصب تعمل تنميل بالفخض من قدة زينب بتوجه لك تحية وتقول انت افضل طبيب بالدني رقم بخلاص ثمانية ثلاثة شو سبب ازرقق اصابع الرجل بعد عملية الديسك المريضة عملت لها تلات عمليات وسبب نازف الجرح لون زهري لفترة بعد العملية ليش بدوا يزرقوا اصابع الاجر يعني هون صار في نقص هادي شراين ناخد اخر اتصال الو مجهور اهلا مجهور حكيم احكي حكيم اتفضل علي عبليسمعي ياريت شوي بتواتي الراديو من حديك اه اوكي هاي كمية لا انا عم نسمع صفايرا احنا اه اوكي او بعدي عنو لا مش لح نقدر نسمعي نعم اوكي حكيم بدي اسألك انا بحس انو كأني هيك وحدة مورة مبالس بس هي كله سوا ما بعرف صفايرا اهلا و سهلا فيك هوني موضوع مختلف مختلف تماما اه اكيد الصديق ايالي قلت بنتا الولا بد كورسي بعتتلنا سوري تالرابور scolioz dorsolombaire قنق اوكي ديگري اوكي گروش انغل 20 ديگري انتر تناف او 20 ديگري او الانغل يعني شوط بي دان فيزيو ديگري لانغل دوز لانغل مزير احنا 44 ديگري انتر الان ايال سنك هيدا او هيدا 41 سر عالي ببعض الحالات بيعملوا عملية برا لا هون بلبنان معملون نعم correction of scoliosis لحجرب قد ما في مرة سؤالة هل ماشي مفيد لواجع الرقبة حركات التمارين الرقبة مفيدة للرقبة نعم تنميل اصابع الاجر لهم علاقة بشو بالديسك او تمام نعمل تخطيط بيين عنا العلاقة من وين نعم لما بوع اصبع الصبح بحس الفخض من قدام منمل شو بعمل من نغير الفرشيو اهون ممكن ايه ممكن بنت عكماء عمرة شو قصة هالصبايا اللي عندن هالمشاكل عمرة 12 سنة بتظلم حرد بيهال لازم شوف حكيم وشو الحل ايه اكيد بنا نعمل x-rays هلا يمكن هواد بتكون عادة بس اذا ما صلحناها بدو يصير فيه مشكلة وبنعمل فيتامين دي والكالشوم في حصاد دم كمان صديقنا محمد من ايطاليا عندي وجع ضهر طرف ديسك بسبب طبيعة عملي السواء لما بلاشت اعمل الرياضة وروح عندي الحمد الله راح اتلقى وجاع كله بس الا اذكرتوني يا خياض مواجهلك تحية محمد اخر سؤال اللي حاطرحه عمر 52 وزني 100 كيلو طولي متر و 68 عندي وشع مزمن من الركبة حتى الفخد هون الوزن الزيد هون اكيد اول شي نحن مننصح بتخفيف الوزن دكتور شميساني الشي الاهم اللي بيكلنا ما احكي عنه ما قدرنا مصبوط نحكي عنه بدنا يعني نطمع فيك ونوعد المستمعين بلقاء تاني بقرب فرصة ان شاء الله حتى نخبرون اكتر عن هالتقنيات الحديثة لعلاج قليم الظهر والديسك اوكي فيني بس ايه خضر التقنيات الحديثة تعطي نسبة نجاح 70% لطيفة على الجسر ايه ريسك اف انفكشن المريض بعد ساعتاني بيطلع من المستشفى تاني يومين بالبيت باني بروح عشغله طبيعي والحل وكتير مرضى صار عندي 1600 مريض 1200 كتير كويسين وهولي مبين اوكي منيح في منهم ما بيتحسنوا من ال400 اللي بقيوا بس النتائج كتير كويسي مش بس بلبنان باوروبا كمان اي طريقة جديدة بس نحن مبسوطين انه صارت موجودة كمان بلبنان شكر كبير لألك الاختصاصي بجراحة الدماغ والعصاب والعمود الفقري والديسك وايضا الاختصاصي بعلاج الام العمود الفقري من دون جراحة ليزر اوزون وبدشير انه حضرتك استيز ايضا بكلية الطب الجامعة اللبنانية شكر كبير لألك دكتور عمار شمايساني اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان اهلا وفيك مرسي